وجه رئيس عبدالفتاح السيسي بتطوير أدرحة آل البيت بشكل متكامل وعلى نحو يتناغم مع الطابع التاريخي والروحي له وذلك جنبا إلى جنب مع التطوير الشامل للخدمات والمرافق المحيطة جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده السيد الرئيس مع مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني ورئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة وعدد من المسؤولين اجتمع السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي مع اللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني واللواء أركان حرب إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة واللواء أشرف العربي رئيس المكتب الاستشاري للهيئة الهندسية والعميد عبدالعزيز الفقي مساعد رئيس الهيئة الهندسية لتصميمات الطرق والدكتور طارق الخضيري مدير مصنع إبداع للرخام والأعمال الفنية وصرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول متابعة الموقف التنفيذي لمشروعات الهيئة الهندسية على مستوى الجمهورية وقد تم في هذا الإطار عرض الموقف التنفيذي بشأن جهود ترميم وتجديد مقامات وأضرحة آل البيت خاصة أضرحة سيدنا الحسين والسيدة نفيسة والسيدة زينب حيث وجه السيد الرئيس بتطوير الأضرحة بشكل متكامل يشمل الصالات الداخلية بالمساجد وما بها من زخارفة معمارية وعلى نحو يتناغم مع الطابع التاريخي والروحاني للأضرحة والمقامات وذلك جنبا إلى جنب مع التطوير الشامل للخدمات والمرافق المحيطة بمواقع الأضرحة بما في ذلك الطرق والميادين والمداخل المؤدية لها كما تم عرض الموقف التنفيذي لعدد من المنشآت بالعاصمة الإدارية الجديدة خاصة ما يتعلق بالتصميمات الهندسية والأعمال الفنية المتنوعة بدار القرآن الكريم وقاعة المقتنيات وقاعات المناسبات الملحقة بمسجد مصر فضلا عن أعمال ربط مقر القيادة الاستراتيجية بالطرق والمحاور الرئيسية المحيطة كما اطلع السيد الرئيس على الموقف التنفيذي الخاص بمشروعات قطاع الطرق والمحاور الجديدة على مستوى الجمهورية وكذلك محاور النيل بالصعيد بالإضافة إلى جهود تحقيق الاستغلال الأمثل للأراضي الواقعة على جانبي المحاور والطرق الرئيسية وإقامة الخدمات المتكاملة بها حيث وجه السيد الرئيس بالقيام بأكبر قدر من التوسعة الهندسية في إطار خطة تطوير المحاور والطرق الحيوية على مستوى الجمهورية بهدف تحقيق السيولة المرورية وسلسة انتقال المواطنين مع مراعاة أعلى معايير الأمن والسلامة وكذا لاعتماد على أرقى التصميمات للمنشآت على جانبي المحاور وتزويدها بكافة الخدمات